المتتابعات والمتسلسلات الهندسية الحد النوني للمتتابعة الهندسية زي ما جبنا في المتتابعة الحسابية الحد النوني أقدر أجيب في المتتابعة الهندسية الحد النوني قانون الحد النوني أو يعني أي حد في المتتابعة هو A N تساوي الحد الأول A1 نضربه في R اللي هو الأساس الهندسي يعني النسبة بين كل حدين وربعات أس إن ناقص واحد يعني مثلاً لو أبغى أجيب الحد السادس أي ستة حيساوي الحد الأول أي واحد مضروب في الأساس الهندسي اللي هو آر أس إن ناقص واحد هنا الإن بستة إن ناقص واحد يصير خمسة ولو أبغى أجيب الحد العاشر أي عشرة حيساوي الحد الأول مضروب في الأساس الهندسي R S وهنا N بعشرة صر N ناقص واحد صر تسعة وهكذا طيب نشوف هذا المثال يقول لي في المسألة الواردة في فقرة لماذا ما عدد رسائل البريدة الإلكترونية المرسلة في المرحلة الثامنة طيب نرجع لفقرة لماذا في فقرة لماذا عندي أحمد أرسل بريد إلكتروني لخمس أشخاص بعد كده كل واحد من الخمسة أرسل لخمس آخرين يعني أول مرحلة أرسل خمس رسائل إلكترونية بعدها صارت خمسة وخمسة عشرة وخمسة خمسة عشر وخمسة عشرين وخمسة خمسة عشرين يعني بدأنا بخمس رسائل بعدها صارت خمسة عشرين وبعدها هنضرب في خمسة هنحصل على مية خمسة عشرين صارت عندنا متتابعة هندسية كل حد هنضربه في خمسة عشان نحصل على الحد اللي بعده طيب هو إيش طالب؟ هو طالب عدد الرسائل في المرحلة الثامنة يعني يبغى الحد الثامن A8 طيب إحنا نعرف في المتتابعة الهندسية الحد النوني A-N يساوي الحد الأول A1 في R-N-1 طيب إحنا هنا نبغى نوجد الحد الثامن A8 صرح يساوي الحد الأول اللي هو خمسة نضروب في R R اللي هي الأساس الهندسي كيف نجيبه؟ نقسم أحد الحدود على اللي قبله يعني نقسم 25 على 5 فيها 5 وممكن نقسم 125 على 25 يطلع برضو 5 صر نعوض عن R ب5 وإن ب8-1 اللي هي 7 يعني الحد الثامن هيساوي الخمسة بعدها خمسة أو السبعة يعني تطلع بـ 78125 نضروبهم في بعض عشان نطلع الناتج النهائي ويطلع لي هذا الرقم صر هذا عدد الرسالة الإلكترونية في المرحلة الثامنة فرسال يقول لي أرسل سعيد إلى أربع من أصدقائه باستعمال البريد الإلكتروني ثم قام كل منهم برسالها إلى أربع أشخاص آخرين وهكذا كان كل واحد يستلم الرسالة يبعثها إلى أربع أصدقاء جدد إذا استمر هذا النمط فما عدد الأشخاص الذين سيستلمون الرسالة في المرحلة التاسعة مع مراعاة أن كل شخص استلم رسالة واحد يعني سعيد أرسل لأربع والأربع كل واحد أرسل لأربع يعني حتصير متتابعة هندسية أساسها أربع لأنه كل مرة الأربع يرسل الأربع يصير حنضرب في أربع طيب وإيش المطلوب؟ المطلوب عدد الأشخاص في المرحلة التاسعة يعني يبغى الحد التاسع والآن واضح عندنا أنه أربع لأنه في كل مرحلة حنضرب في أربع يعني لو كتبنا المتتابعة حتكون أول شيء أرسل لأربع بعدين الأربع كل واحد أرسل لأربع يعني المرحلة الثانية حتكون بستعاش والستعاش كل واحد منهم أرسل لأربع يعني حنضرب في أربع وهكذا متتابعة هندسية أساسها أربع طيب إحنا نبغى في المرحلة التاسعة قانون لحد أنه يقول الحد الأول اللي هو هنا أربع في R اللي هي أربعة وإن ناقص واحد إن هنا بتسعة ناقص واحد بثماني صر أربع فيه أربع وثمانية نجيبها بالآلة تطلع خمسة وستين ألف وخمسمية ستة وثلاثين نضربها في أربعة حتساوي هذا الرقم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر